دولتك من هاي الرمزية اللي منلمس أثر فلسطين فيها بالوجدان العربي كما على المقال أو العبارة التي على يمينك التي كتبها درويش أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول وبعتقد أنه في الفترة الأخيرة تضامن العربي خاصة مع فلسطين ومع القضية الأخيرة ما حدث في الشيخ جراح وما حدث في غزة وما يحدث طوال الوقت في فلسطين أحداث متراكمة كيف تصف لنا هذا تضامن العربي فيها؟ أثر الفراشة بيننا وبين العرب ملموس لأن فلسطين على البحر الأبيض المتوسط والهوى غربي وبيهب على العرب ولذلك أثر الفراشة ملموس إذا كان قلب العرب رقيق مثل الفراشة فإن رقة قلوب العرب تعالج الشأن الفلسطيني بوجدانها بالمعنى الحقيقي وبجميع الأحوال هذا الانتشار الفلسطيني في العالم العربي منذ عام 48 وقبل ذلك فلسطين استقبلت طلب من الجزائر الذين درسوا فيها فلسطين استقبلت عرب من الدول الخليج الذين تعلموا في مدارسها والعرب استقبلوا سواء كان ذلك في الأردن في مصر في دول الخليج هذا التناغم بين الحال الفلسطيني وامتداداتها وانتشارها هو الذي خلق هذه العلاقة التاريخية بالإضافة إلى العمق العربي للقضية الفلسطينية نحن شفنا كيف أن آلاف العرب الذين تطوعوا في الثورة الفلسطينية وشفنا هذه بالمدارس الفلسطين الذي كان معلم ومهندس وطبيب في دول الخليج وغير ذلك والذين تزاملوا مع زملائهم المصريين وزملائهم الأردنيين هذا الحال الذي كان غير مسبوك للانتشار الفلسطيني في المحيط العربي ولكن أيضاً نحن شفنا أن أجيال من العرب تربوا على حب فلسطين وتربوا على أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم والحقيقة أن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم ولكن بجميع الأحوال في ذات الظلم نقاوم هذا الظلم ولذلك العربي أعجب بروح المقاومة عند الفلسطيني وكبوله للتحدي بالحياة التي نعيشها اليوم بين الحزن على شهيد وبين الفرح لأسير وبين أن الحياة تسير ضمن هذه المعادلة المعقدة بين الحزن والفرح والحياة شبه الطبيعية والحياة الغير معقولة في واقع نعيشه في ظل الاحتلال والمعاناة اليومية لشعبنا